اشتركوا في القناة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس يدخلنا في العموم وأما تخصيص الميت بأضحية تفرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنه من أحب النساء إليه ولم يضحي أن عمه الحمزة مع أنه من أحب الناس إليه ولم يضحي أن عم مات من أقاربه وعم مات من بناته فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع ولكن لو أن ننسى فعله فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت نعم